مساء الخير والأمل والفرحة والإبتسامة مساء الخير فراشاتي الأنيقات الرشيقات الحبيبات قصة اليوم قصة دي الزواج إجباري قصة دي الوحد المنت اللي بقي صغيرة في الصين قاصر قطرة بتبزز منها موجبارة بواحد الإنسان اللي فيتلي يمزوج بواحد الإنسان اللي كيحشقها كيبغيها السينين طويلة غيزوج بها غيباش يفقسها باش يغيدها لأنه هي اللي تلبس منه أنه يتزوج فمتصار الكرامته اختار روح الإنسان المسمردة اللي ما كتلينش اللي كتعتز بالكرامة ديالها الأبعال الحدود وهو إنسان اللي ما كيأخذ بكلمة حتى شي واحد كل شي كيخافه وكيهابه وكيبير جيلة عشيرة ديالهم بيد ليلى وضحاها نهارت كل أحلامها واللات في قصر الراوي علش هي كي مزاف دياله بنات الميئات من البلد في البلدة ديالهم علش وقعها الاختيار دياله عليها كعال أحلامها ولا تصارها حلمها أنها تكملت عليما تسالة حلمها أنها تبغي شاب من عمرها تسالة كل طموحات ديالها تغتالت بفضله شنو غدير ديالها تزوج غدير دزوج من راجل العمر والدعف ديال العمر ديالها ومزوج بأحد أخرى وقعها للبلاد كل اللي عارفها القصة ديال العشق دياله عليها الرجل ما كنلفش نفسه حتى أنه يشوف فيها ماليش غير يشوف فيها أصلا هي مجرد جارية شراها شراها السيد إذا حملها بطفله وهالطفل هو اللي غير حررها من العبودية بحل العصر الجاهلي هادية مهمتها أنها تغلد لي وصافي حتى أنه ما كنلفش نفسه أنه يمشي لعندها وجاعدها فرحان كي يزفلها الأخبار الصارة والكارثية لها ما كانش عمها شيوم ذكراجوا للإنسي هازي الطمع في شي حاجة اللي مكايم لكهاش بالهكس أرباه لأن الناس عسلت قرارتها على الشموخ برغم الفقر ما شيفوا قرارة ولكن قدام جاسر هما معدامين وتقريبا كي يمسالك النص الأراضيجي لبلدة وتذكراتنا بأ المشؤوم كان ديكساها قال صح سا حتى جدخل عليها أباها قال لها استي جاسر بجلالة قدره وبغيت زوجك ديكس عشرات عقلها فات جاسر المخيف اللي شافته مرة واحدة شهورة هادي كانت راجعة من المدرسة هذا أحد الواد كما تعودت كانت وكل الطيور لي سكي يهدر معاشي واحد من ذوك الشباب العابيثين ما عارتوش هاتمام في البداية ولا سكي تسرع في الخوطة جيت الضارة حتى الجراء هدك المعتوش دعم ندراها كانت هادي المرة الأولى اللي كتك تشف انها فئة القدر من الشراسة شكولك يصدق انها حور لدك الجسد ديالها ضائل اللي اللي عندها 17 عام يمكن درمها تصور هذا كامل تلاحظة لي هاكا كنت فأرها طويلة مباشرة فوجه وخلص مصدومة ردت فعلها العنيف وشفتي كل لمعة ديال الشرفة اللحظة ولكنها كافيلة أنا هتسترلي ولولا ظهور جاسر الموخيم ديالهالة ديالوقار والكاريز من اللي كتحابته الله أعلم شنو كان غادي يترى قبل ما ندخلو في الأحداث ديال القصة ما تنسوش ديروا اللايك وخليو لي تعليق في رأيي رأيي ديالكم على القصة وبرتجو معاي القصة إذا كان ممكن وكان رحب بجميع اللي يدخلو جداد في القناة مرحبا بيكم نضبطوا لعائلة ديال القناة ونكملوا القصة ديالنا كجحل مرة كتشوفوا مبعيد وكيدور في الأراضي دياله وعلى الفرس الأسود المخيف في حاله هذا الفتاة اللي كان بحل ثور الهاجم لأي دقيقة ولا بحل ذلك الفريق صغير ورلي كيسر التكلفة للسرد كيفرق إيدو كيشوف الأرض ويدوا بذلك صوت ديال الخاشين شنو كديرني ويقاطع السي جاسر ويرجع قاطع قليل آدم ومور بيش خسلي قتال كذلك رقبة ديالك ولا ضبا قدرتي بسح سألني اللي غنطوه لك يلا بغت تهدر هي ويقاطع تيما نسمع الصوت كنيهائي سكسي قطعي الحس ويتهز في وجهها أهلا ما غريش نسكت هذا الحمار هذا اللي كان يقرر بلي كل نهار كيتبعني واليوم أنا جاي من المدراسة هو اللي كي مرزتني وهو شدليه كايد ديال شكون هو هي في ملك اللحظة شدليه يديه شكون هو هي وحقي أنا عارفة كيفاشغن نجيبوه لني هزتي تحت السماء ذاك اللي كافر دياله الصغير بغت تعتاه لوجهه ولكن يدبقى سمع لقف الهاوى وهذاك العملاق المخيف اللي كان قدامه وجوه حمر من الغضب وعيني كانت نضرب الشر وش نسي ما معمرش لك عينك ولا شنو ما بنشلك أنا وقف قدامك اللحظات حسن صباحا ديال رعب حقيقي من ديك النظرة دياله المخيفة همار ما كانت روح دياله من هازمة مسسلمة زفرات بقوة وبعدات علها يدو قتله بسحات دي اللي كي مد يدو على شي حاجة ماشي دياله كيكون سراق والسراق يدو خسكة تقطع اللحظات شاف سفعيني وحد اللي معه غريبة شو يدور وجهه وتلفز كعاطيب دهره تصفضلي سيري لداركم ثم سغادة كتضرب في الأرض برجلها ويهزة سك ديالها اللي كانت لحلها الأرض غادة وكتنقرب وحدها والله ما خليتها هالي والله لا خليتها في سمعت صوت ديال دحكة تلتس منه شو يرجع كيشف داخل اللي قمتامه يلا داركم حسابي مع ابوك قصة من عظم اللي تعرضت سينا مرة أخرى ما تفقش هنا في البلد يلا سير كانت غارقا بدك رأي تحتك تسمع عمّة براوش هناك نظر مع راسي واجوبيني من سابهات العمّة لرقضتك رأي تسمعها الجاسر الواسيم ما تنكرش أنه رجل مفاعم بالرجولة المخيفة ولكن عنده حد ديك الجات يبيد يالوحوش ويتسوله بشورود يك هو مزوج من تعمه كل شي عارف بالله كي يبغيها وعلاش لله مانو إنسان مقصدر مقدر يتزوج عيوض لوحدة عربعة وعد رك عارف رأول يمسؤول لنا كامل رأه هو الأغادي عنه وعد مراسوه مقدر الشولد لي خاصوه ولي غيرت لي هاتشي كله جاوب عسو بصدمة يعني هو بغي تزوج شنو بغي تزوج أرنب شولد ديه الولاد ولا شنو سمح لي يا عمّي قلب على وحد أخرى من غيري أنا مازالة صغيرة وبغي نكمل تعليم كان هذا قرارها اللي عاشت في الجاحيم بعده من عمّي من الدراسة ومشي غي هاتشي ولي كي عاملها بقصوة مره ما شافتها منه من قبل ورغم هاتشي أتمم إجراءات الزواج ومهي يومياً كتصدر معاي وولد عمّها كنت نهتها بالأنا هيتها اللي خيبة شهر كامل ويا في هات الجاحيم حتى عللت على الموافقة بزز منها مكرهة باش تمشي للجاحيم اللي كانت كتخيله القسر الراوي شافت فيها ماما كتتحصر الله الله أعلم من شكر شي وش هاتي عروسة لتعرسة وش ما كتمرقيش كانوا دموع أعلم غرقين وجهها نهزين اللي أخذوه دفحل شلال مسحد دموعها بكفيدة وشافت ماما هاتشي قدتها مع الفراش وقالت من كي سار كتقصدين لي لها هاتشي تسلميها للإشراها قربتتها لك السوقات لأبحونه توحشاته منها شرك بالغالي وبالغالي بززاف استجاسر خسارك انت يا حور ضونا على البلد يا البلد كاملين قلت لها بضيق هاتشي لغي حمقني هلاش أنا هلاش بغيز كيس أنا عارف وش بغيت ناس مع أمي دكساة كان يطلب بنته وهي أكبر مني وأرمال وعندها أول يعني دكساة يكون ضامن أنها غسولت لي ولكن أنا هلاش هلاش أنا يقدر يكون كي يبغيك ماما وشي كي حسب لك أنا بقى بني صغيرة را كل شي عارف أنه كي يبغي مراته جاوبتها ماماها سمع حور صي جاسر على قد لهيما دياله لخوف للناس منه ولكن ما كيش أحد من قلبه رك عارفة را هو الأغا ديالنا يكون يكون عندك حق أحسن على جسي استغرب بسم لي تلبك وشي اللي خلاني كان سهول وكان سقص اللي عرفته أنه يلي بغا يتزوج وما شغي هاته وقفاس قدام قال كبار ديال البلاد وقال سهاله قدامهم خسك تزوج واي وصافر را ما شي صال على أي وحدة في الدنيا تشارك رجلة مع وحدة أخرى صافر ابنتي يا بارا كم ديك الكلام ديالك ونوضي هادرها عفتي شكون هادرها الأغا جاسر هادير الفرصة ديالك باش تكون هي الكل في الكل وتسملكي القلب ديال راجلك نهدات وقوعة وهاك تظن أن جاسر كله غي سنباهية ويلا يا حور ون يوم ما رأى العرز ديالك تسيرك عروسه البلاد كله مع مرينتار ونوضي تفرحي معاهم شافت عيات وقتلها وخمامة ربتت على كسفة وقتلت بسهادة الله يكملك بعقلك بنتي كانت كتظن أنها غتستسلم ولكن هاتش يعمروا ما غيوقع أتو قديمة حور لأبيه اللي ما كي يكسر أحتى حاجة حتى ولو كان هادل شخص هذا هو جاسر الراوي الآغا من شو البلاد أخرى سحنا كيبوص يد لأم دياله بحتيرا ربتت على كسفه بالحنود يالا المعهود وقالت بصوتها الصارم قلتها جاسر ما غنهضر معك قلتها على طرف الفراش أمرين يا أماما ما يأمرش عليك ظالم أولدي جاسر أنا ماهضرش معك من الساعة ما قررت يتزوج حيث كتمت خيلة أنك لغيك عم تضغط على العزة ولكن أنت فهلا صدقتي كسبسي الكساب ديالك لا عارقه بصحوبة وقال بحزن وأنا من إمتى مايكن أخذ قرار وقرجح فيه طيقيني الموضوع ما فارقش أصلا مع عزة يتقل له بعيسا قلت بشي تزوج على وحدة صغيرة ماكيش منكم هنا أي توافق لمشاعر جاسر نهد جاسر بقوة وأنا شنودرس بالمشاعر جاسر سعارف من اللول أني كترفض زواجك من عزة ويقاطها بلاد الغدرة ديالك أمي ديالك يتغيره 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 لأسف بعدما يفوت الفوت شنو معناها هذا الشي أنا عزة خرجت من قلبك غمض عيني وقلب عزة بعتني علاقه بلكلم النسمي وقفت وسط القبار وقالت لهم يتزوج شنو بغال كل شي يقول وراء شو سويا كالضحي علاقه بالراجل ولكن في الحقيقة أنا ما فرقش معها ما فرقش معها أصلا أنا حاسة بكم الواجعة ديالك جاسر ولكن المنت اللي يتزوج هذي ما عند دنب أولتي دبار أول سمرتك وعند حقوق عندك حقوق وانا حسابك إنها بنت صغيرة ستدعليكم باب واحد اليوم كيف شو نتماهل شهليك حتى تهضر معا ولا تطمن ها ما فكرتش فيها ولو اللحظة أنا منك تضحك جاسر أنا رمك أنت غي شنو باغي غي غي تكسر عزة وصافي ولكن ما شعل هسهم ذي كلمنت لي سيمة عرف أن الأم ديالة فايلة عند الحق والفايل ما فكرش هاتش وانا ديالة صغيرة همولة الأنياب واللسان صليت ما خطرتش على بالهم منهضر مع عمها وكن مطلب ليشوف هلو اللي كان بغي ويشوف رد فايل عزة اللي قابل لاته بتسامة بارضة وان آتو بسخافة حسال هذا لم يزال لمعرف شخصار ديالة ناعد وقلبه ديالة ما ما ديريش باركة اموي انا مش يدري صغير وانا عرف نزعب المعا انا غنطقي في الله ومغنضلوهاش غربتت على كتفه اللي اني كاولدي ورسخك بالدورية الصالحة يلا سير انا سير جيب عرصك بس لا يدي و كيتمسم هي اللولة يلا سير والدي شوف الدميح اللي يدي حق كما كان كايضا عشرين ها ملي كان يلا دري صغير يافع وكعرف انه عزي ينصو الاخر الابناء ديال ديال الفاتنة المدلة ديال الجميلة هكا ديما كان يلقمها جلس على كرسي في الصالة الواسعى وصفر بقوة المرة المليون كتتكرر قدامه حياته ما بنسم الفاتنة عشق حياته هاوها هكا كان البالغة وكيقرب للاول مرة حياته وذكرياته عشر سنين كاملة كل طلباتها مجابة حسن لو غير منطقية كيفاش قدرت انها تضحي بهتشي به بهتشي كله بكل بساطة وذكر الليلة اللي تحطم قلبه الاشلا على يدها غير عللت كل شي انها مرحبة بالزواج ومنوحدة اخرى عندها هادي كان قلع وش انتكت تلويدي يدرعيك نقول لك غير زوج شنو المشكل هادي حبيبي صدماته عادي اني ناخد واحدة اخرى من غيرك في الحضن ديالي ها قل جاو بياته بطريقة مالية ما غادش تكون مراتك عادي بارك منذك الرومانسية الزايدة ديالك انا عارفة متأكدة انما كانش واحدة غتتاخد مكانك في قلبي فعادي انت تخص يكون عندك ولا مكان وليش شنو المشكلة انك تزوج وحدة اخرى بصفحة يا عادي مكانك يبازلك يمستغرب وشهدها شهادي بالنسبالك يعني ما غادي يشتغير عني قاتله ولفات صبر كيفاش نتغير اشهد تفادي اكيد لا تعارف انا ما كان فكرش هاك والمر اللول اللي سولت سؤال عزة وشنش كتبغين بصح اكيد كان بغي كنت راجلي والد عمي وحبيبي عمرك مرة فترية طالب ولكن غير انت قليف الشرقية اللي رفتي تكتبها الولية الحبيبتك كانت المرة الاولى اللي يشوف ان عزة زوجات بها قصار ناس بها لقب الفلوس لقب الفلوس قاعدك العشق اللي في قلمونيها مجرد وهم من طرفه هو قليف ردد غي غط فرق حبيبي هي هذي اللي غتتأمل يا مستقبلي حتى ماما قلت لي انه ممكن جي تعيش معايا لا لقد قسمتها لي شنو قلتي عن سجلها امسا بعد الداوة كانت غمرارة من بعد خلني الفكر كان غال قحسلوا ودني في ذلك العيات ونخرجوا صوت خوط من اخوه من الشرط ديال في مسيش العريس قاد في فلسا قلت مالك انت المالك انت مالك يقدر اخوط قد انت كنا اينا تربيه خلاص بتسم السخرية عزقينة أمك أربط عليك تفوق اللو اللي بيعك مشريش اللو حورة دارك شفي ورجع وقف عندك الحق كان ركف السيارة اللي زينة على عبطة ووية لداخل الدار حكت على الصغارين منطلقها في كل ملاصة السوقات وخديجة اللي ام دي الحور وقالت برتيباك الاغا جاسر ارد بالك منحور طوال بالك عليها ماذا لا صغيرة منحب تساموا اعقلوا مشغول فلي وراء الباب يا صار وش عزة ما زالك ان الداخل اهبطوا عينيكي قلبوا عليها على ديكالقاصي اللي كيحشقها حسرت لقى تعيينيهم اينها هادها تماماً ومجرد الهدوع ديالله حسرتها بالغضب تاسمت بيكت تقدم جيتو عالف مبروكا جاسر كتهنقو هلش كتهنقو بتحديد يلا بغي يهضر لولا إن الكلام ما سعفوش نخليه سي جاسير يهضر مع المادام براحصه يلا عتبر الداردار إحنا نسنك في السيارة ربقاسوا من نظرات غضب كاس وازي الغضب ديالو كاس وعليش بالتحديد يلا بغي يهضر عتك يسمع لغدرد العروسة الجديدة يوا يلا نخليه السيل باشا يهضر مع المادام براحصه يلا عتبر الداردار سيل آغا نسنك في السيارة ربقاسوا من نظرات غضب كاس وازي الغضب ديالو وتسعر القاس بدر عائشة خرجت على برا لدقيقة كاملة ومصدوم التصرف ديالها عادي نتابعها لأصوت عزة شكال تقلس الضوق هادي ما كانش في حالة تسمح لي أنه يهضر مع اي واحد غي بغي يشوف هاد الحمقة هادي وحيد من هاد الرأس دياله العانيد حيد مبلاصه تحرك على برا اللي يكملي اللي باقي وأن عزة خارجة بها كيسمعوا حد لها مامات ساخيفة اللي تسبت فادي كل حمقة قدر الناس كل شي كيشوف فيه حتى بنت لي كاتتدار مع ماماها بعصبية يخلص وجهها كيبن كل الحمر شديد ديها يلا بغي يجرها ويتحيي ديال دام نيده تحركة قدامه والسيارة بكبرياء جرها عايشة ميد دي هازا قلسات في المقار القدامي كانت هي غادة تقطع الطرق على عزة اللي كانت واغفة قدام السيارة يلا غاز قلسات اللي روية تسبقها قلسات هي وبززم انو حركة صوت حك ورجع قلس حداوة كي يمسلا اللي درسيل داخل ما غديش يدوز على خير عينيها بحلو البندق اللي مزوج بالشوكولة كاسم سالة بتحبتي وبتي سامة مصة في الزكا كتزين وجهها وهمسات لبصوت هامس مشي قدام الناس ينكونوا بحناها بحلو كاسم لي عليش نخصه يدير خشنو كان بحل ذكر حمقل ما غير يدير شي مشكلة قدام الناس قلت لجملة دياله وخلاته واقفها كاكوية كتشوف من السرجل المسدود والمرة الثانية كتنتزع منه نظرة اعجاب تأمل الفستان ديالها البيض وديكتر حلي مغطية شعرها غريبة بالرغم صغر ديالسين دياله ما حيداش الحجاب ديالها عزة منها في الزواج اصرس على انها تحيي الحجاب وتلبس اتومليكنس مكشوفة ثوبها كيغطاها كلها وصلوا حتى سمعها كاكوية تنطق عشو غريبة تنزل او غندي وزول لي الاهنة في السيارة نسامل ان السيارة فارغة كل شي كيت نوم على الباحدة البوابة المرة الثانية خلال اقل من الساعة كنتيرو ديكلمونيكا في حد الموقف محرش نحن هم حرج ومزل من السيارة وحل الامير الباب نسالي اعطى سويدها الصغيرة غرقاتك في ايده تعلقات في دراعه بتملك حل لكاتخبر كل شي انه يخصها بوحدها وهمزات الابتسامة خلابة بتاسم بتاسم اغا وإلى شكل ديالنا يكون خيب قدم الناس سيني طويل اما ضحكش بدك الطريقة هاد البنت الصغيرة فعلا غريبة وصل البوابة تكيت لقى الام ديالو بتسامة الف مبروكة حور انا مامات جاسر خلاتي ديو توجهجي للكرسي المتحرك ديال الام ديالو تحنات تحترج ليها هزتي ديو بسا يكا صدر بصوت رقيق لا بس عليك كينداها انك تتابين بسكو تنزلي انا جيسل عندك ربزات الام ديالو على خدها بحب تقوليش هاك كانت يارك مرس غال غالي وخفعته بس لها راسا الله يطور في عمرك ويخلك لينا همور بس فكر انها عزداتها شي مرة نهائيا ولكن هاد المتمرد كينداك تفرض حضورها بقوة قدام كل شي يمكن يؤكد انها دخلات القلب الام ديالو سكنات بسرعة حدا عائشة بنتها بعد هذا الخطوة تقدموا واتحنا على عيد امه بسويتها مثلي عرفتش يتخسار حافظ على فقف داخل دعينيك تقعد في الوقفة ديالو واجه وياك اتبت اسملي خد مراتك ودخلوا الجنح ديالك يا جاسر يلا كيبغى يهدر ويتصبقوا حور لا حسن تطبلو عليك الاول الاسم حسيني نرى اصلك الجنح ديالك اوووه عنا ما غادش انت سألا كان هاد صالق ديال عزة تقدت حور ويتقول لي مهليش هى تاتي يا عزة صهرناك مزاف اليوم عزة جاسر شنو هاتي هدي حور احوا والستي له عنده احترامه وعنتها في مقام ماما كتمت ايناس وعايشة ويو الامدينه اللي تضحكى على ويخوا انتقاله عادة حور ما انتقلي له يا عزة تسمت العلاء بخاجر قتلوا لا لا محشومها تعطي عن الزخص نحصرموها جاسر بعصا فيه معرفش سبابة صفي باركا يلا تفضلوا كل واحد يمشي الجنح دياله بعد ذات الخاني ما بدت تكتح تحرك بها والغريب انه كيسمع الضحاكات ديال ماما اللي كانت تسمع صوت بسموع غاد يرمو راهم عقلهم شهول بحد المتباردة للسحودات العثيمة من الام دياله اللي صار يمفطبع دياله عوناتها تتكات من مساعدة دياله بس لها جميلة وهمست لها صبحي للجنة ايها مام الحبيبة وانتي من اهلها حبيبتي هالدخيلة اخذت دور دياله تقريبا لقد تحيات الماسة على الام دياله سم غادي سحب ديك المتعجرفة من الدلجة نح اللي خصولها في الطابق الاردي صافي دبا غادي يدخل وغاين فاجر فيها ولكن فاجآت وانه حيدة يدى بقوة ورجعت الغطل اللي كيخفي الفصن دياله العاري بعدها تغطى دياله صبع سمي ويا كانت تقول وف ملي محا منيش عاش تزوشيني ويا كانت فوادي وفوادي اخر كي يسمل دكتاب القسير اللي كانت لابسها من تحت ليله مغطي سيقانها مكشوف كي يبين كتافها دروعها ملعها العضم ديال العانق كاسمة موثيرة شعر اسود مقهد هربات منه وخصالة طويلة على وجهها ولثة كل ما في الكلمة بمعنى اكثر مما يعجب قرر بات ويصدرلي في وجهه مالك وش ولتي ما كانت سمعش ولا شنو تلافت لاب عيني شا يعلي ستفيه بزاف قدد دروعه قدامه وقالت بغضب سمعستي الآغة انا عارفة مزيان لش دورتيني خلصت فيه فلوس بزاف وشريتي جارية بتجيب لك ولدياك ويقاطع بغضب شا تتخريف ذلك تقولي شا من جارية وفلوس شافت فيه بقار تخريف حيث زواجنا كان بحالة اي زواجيك شويتش تقيتي على الباب قل دارنا واختبسيني من عمي كثيرا كيف حالة اي واحد كي يخطبشي وحده كثيرا كل نهار كثير معايا بش نتعرفو علا بعد حسنا نهار دي العقد كثيرا بزاف درجة انك حسنا ما نتقسيش بسكل ما وديوما دخلتي من الباب عينيك عينة اللي يخصك انفعالها وانفاسها اللي متسارهة عينيها اللي كي لمعه بتبو وديك المرار اللي ستشعرها في الجوف دياله لهاد الحد نظلم هاد البنت الصغيرة اللي كنتم وفعلا عندها الحق في كل اللي قالتو كل اللي قالتو بآلم ولكن اللي كتر خيرك كثيرا تصفت فلوس العمي باش يوجد الجارية اللي اللي ساعدتك شريتها فلوسك ولكن يكون في علمك انا ما غادش نسمح لشي حدي هين كارامتي شاف يا بتوتر تسوي حد ما يقدر هين كارامتك انتي مرات جاسر راوي الاغا وليك هينك غد ييني تآنايا نهدت بآلم وقلتت على طرف الفراش وياكا تقول مخنوقة مع الاسف انتي كارامت يا اغا قلت حدها شد كفها عينها عامرين بالدموع هزلها ضقنا بيدي سمحي ليها كان عصادر منك دلت بحالة وليدت الصغار عدت على شفائفها وجهة ضغية عامر بالدموع بانكلي بحدي كلملتها الصغيرة كات عيني من الإهمال صندت راسة على صدره وهي عنقها كيربط على شعره بحانان بحالة بنته غريبة متمردة عنيدة مشاكسة ورغم هادشي فقيم مصد ضعف كان كا يظن انه غيستشعر بالغربة معاه ولكن ما حش بهتشي هات صغيرة حاسك تنسامينيه بشي شكل من الأشكال وجودها هاكك معاه ومع النقعة اعطاه دك شعور بالسكينة حسبها كاتت سرخي بتاسم حسبها صاف يعيس بدك البكاء نحسات على صدره بحالة شي بنيسة صغيرة كاز يدوحي دك المقبط اللي في شعرها تحل شعرها هاكك بحالة كل موجات سائهة وارزحة لأطرف ديالون الفراش حسب شوية قدالي وكيتسامل ملامحة الطفول يا الخلابة بدل حواجه وتسك احداها ورفعها لأغطية وكاهمس أرسي يا حور ما عارض شنون يشدني لك من أول مرة شفتك فيها كسي أول وحدة كنشوف لاف الحرام بزز مني كسي كنتبعك وتي راجعة كل نهار من المدراسة كنتخاف لشي واحدة برزطك يضر معاك ما كنتش عارف علاش حسيت أني مسؤولة لك ولي هاد لغبية ديالعزة قدرتك شري دارته مجرش فرصي من غيرك ما بغيتكش تبكي مرة أخرى باقي قوية وخة قال هاد الجملة ديالو الأخيرة وبس لها راسها عن لقى ونعيس وحد النهسة مريحة تم غاديك يتحرك من قدامها تابعها بخاجل كتلقت سهاني من كل شي ولي كاللي استغرباته وجه عزة البارد الخالي من أي تابير فما تدبع لش خبرها بقضية تجميل حيث عزة من الناس اللي كيتقنوا التجمل فعلا فاتنة كسبان غزالة عليش حساس بالطيقية قدامها شعر ديالا أحمر ناعم ذير عليه وحتشالها كريم اللي يحفوقه العيني ديالا خضرين مرسومين بخطوطة عريضة البايض ديالا ناصع طول ديالا مناسب والجسد ديالا مطناصق كيما واضح من خلال السروال ديالا تضيق وديك تلك اللي لابسا قصير فوقه كان عنده كامل الحق أنه ما يشوفش فاهية كان سارحة فيها تسمعت صوحة الصوت فش سارحة حور انتبعت الإينت اللي هدرت معها ورجعت على القسائشة أكيد فا اخويا جاسر يا كحور واللوجة كله أحمر وقالت برتيبات لا لا ما سارحة فواله عادي يصدر عزة بسخرية فكريني أحور نقل لك على الموضح سبنا هدلي الباس هده اللي كاتلبسيه مش يسالهي عائشة بسينكار بالعكس حور الباس هزوين ومحتارة عقدات حور دراها قدما وقعت بسحدي هادشي اللي كاتلبسي نسي عندي منه بزاف ولكن كالبسوا بغيف بيسي أنا مشي جاهلة ولا جاي من وراء البقرة ولكن الجسدية لي غالية لها ما كنفرش للناس عليه تاتي ويتوقف عزة ويتوقف عزة ويتوقف عصابية ما تنسيش راسك وتجاوزي حضوذك مع اي فهمه ولا لا أنا ديرها غاح سيرها من الجاسر وصافي الجاسر ويقف شنو واقعنا تعال قدغي معنقوب بتسكاسبكي حور قتلي شي كلام خيب بزاف وش هدشي عجبك غزة ككفو كيمسح دموع هاليش مثلا ضعيف قدامها يوعا يعرفها مزين انه ما يتحملش دموع لا اكيد مايرضينيش عصدري العزة حور حور شافت فيه لا انا ماغلطف ساشي واحد باش نتقدر منه دي مقادرة على انها تشعل تم فراسه في لحظة بعد درع عزة وتسبب غدي جيتها شنو قلت يا دابا قلت له بتحدي قلت معنا عصدرلت ساشي واحد عزة شا تقلت لأذب هادي عايشة هدي النفوس عزة اجي معايا حور قلت لجملة دي لو شدت يديك تتحرك حتى قلب صوت مراعد خليها عايشة عصدر احور وخلي دوء نهار كي دوء لأخير شاف سيب نظرة قوية سابسة كلها تحدي ورفعت يديها قدامها أنا قدامك الها وخبل المود يعلي ما غنعتدرش لشي واحدة غلطت فيها وقلي لا تسمني عنيدة حسب رسل بغير رسل هذا الرسل مسحجر في لحظة كان جرمي يدها من يد عايشة مشل جانا حدفها يلا كانت غطي حتى وقف قدامه وقال بغضب وياك وياك نقول لك شي كلموت كسر ياق قدامه بسماتيدي انت ظالم دراخ طه حتى الضرشات طحت على وجهها الأرض كتتفقده تسيزانه ولكن كرامته ما تحملاتش إيهانتها ورجعت وقفات بحلة ما كبقاه وعلو كتشوف فيه مدهشة وخيد يددم كيدوز محدش فديالها رفعت سبابة قدامه وقالت له بساهدين ما غديش تسمح لي كتزني وتكسر كرامتي على قبلها سمحتيني ومن لي يوم ما نقترش ندير هالدور هاته يلا بغي يعود لدرب أخرى تكي سمعت تلقف الباب صوت ديال أم دياله حلا جاسر زيرا لقبضة دياله مشحل الباب تكي يلقى ودك الوجه دياله السارم قدامه طلعني لحلة تحور الدابة وخرج برق يلا تسفر بقوة وخل وليده ثم غاديها كجار المقعد دياله المتحرك سأل داخل شافت عينيه كجبت القوة كاملة شافت فيه بتحدي ورجعتها مبتت عينيها صعبتت على الرجل لأم دياله تقدمت ترمت عليها كان متأكد أن الأم دياله ما غا تسمح لها بهذا الشي وقت بعيدة ولكن تصدم ولي شافتها عم نقطها وقد تربص على شعره بحانان عمور لأم نقطها كاية سد الباب وراك جاسر وخرج فرق وقوة وتحرك سألقى عايشة تقول لك واحد الحاجة أخوي وما تكعاش شنو كينا عايشة عزي لقتلها حويجك مزويني يجي يا مدار تقول ويغي جاوبتها ويتنطقي اي ناس ولكن يجاوبتها بطريقة خيبة عايشة عايشة بعصبية شنو قاتليها قاتلي لأنها كتعرف الموضم زيان وكنتلبس حويجها تشاهد بيتها غلطت فيها هادي هادي وعليش انتي كنت جي من حين صاحبتك جاسر بغضب صفي باركة بغي سمعت تكلم فيني عزة اي ناس طلعت الفوق طلعت كاتب كي نايش دموع التماسيح حيدي وطلع الفوق بصورة عحل الباب كي القائزة لاب صوحة شميز دونوي فاضح بد على الفراش بين أن عائشة عندها الحق في نم مضموع قاربات بأنهم ستطلب اغراء كنتم حش كبز السافة حبيبي بدت كتتحرك يدي على البشرة يالو وحد الاغراء اللي ما كيعيد وش فإلا ملي كتبغ شي حاجة كان عقله مشتت نص ديالو وبينوا أن عندها الحق اللي كتديرو عزة دابع بها تكون البعدة لأنها تكون فعلا ضلمة ولا بقى فعل حال من نظرة حور كتحاول أنها تغريح لتأخذ دكش اللي يبغى كيف مال عادة تكسم مرة صغيرة اللي ضلمها وضربها لتحت خلاها وده بكي يستسلم رغبة ديالو فال الضالمة دازل الوقت كي يسمع كتهم سلي كتعار فاحبيب عمرك مغتلق رح تكيل معي الفلحة اللي جاية من ورا الطراب جاية غباش جيب لك لولاد وصافي حسب رصو ضعيف ويستحقت يتحرق حي حيت استسلم لإغواء ديالها المرة اللولة كي يحتقر نفسه تقدي على الفراش وكيفكر تشكر كي يمزقوا من الداخل يخرج صوت ومرتاب كعزة ما تقي ش تحسكي بحور ضحكت ضحكت انتي صار خلات وكيت حسب رأس مخنوق كتر شكون حور هادي اللي ندير ها فراص شف فيها بغضب حور مراتي بحال بحال كعزة مفهوم قال جملة ديال وخرج من الغرفة سكيت لاقي اينا تحرك لعندها المقاسب نظرها فاحصة وبنع لوجهها الطيق زفل قوة ودورة وجهها لشيء الخرى كتشوف لديك المتمردة اللي كانت تفحص سهية مقدرش يشوف عينا مباشرة اذا تراث قدام بشوموخ انا كان اعتقدر حيث كثرت كلام قدام الناس ولكن ما كان اعتقدر شعلي لديك تسمع من الطرفين بزوج اعتقدر عصيدار وبطعم تصوبيخ تعتقدر وقد اعتقدر قدام اعتقدر مقبول حاجة اخر للا حور امدي يالله بحزب صارح مع مراتك جاسر حتغلطي فحقها صاف يلا مسك عيش حور تقدم تجيه ماما تفضل لها ماما مشتر ساحية لديك لبيتك اعطي لغل الخدامة تديني حور تحركات لبرة بيك تسمت ليه للدرجة دي ضعف قدام شنو تمديل هاد المثلي كتكسر فيها كل شوية كتبديدك على مراتك جاسر غديك تطرم في الحض ديال الاخرى تدير شوية العدل حتى الظلم الاخير ديال وخيبة الوالدة عفك حيدت بيديها هكا شح قدام وحركة مقعد على برة درم على الفراش المرة الثانية كيتناعت بالطلب في النهار هادشي كل علاق بالحور عزة هاي تسبب هادشي برغم هادشي خلاك تنتاصر عليها تابع هالصوت ديال باب ديال حمام كيت تضرب تقعد في القلسة ديال لو بحش بدخول ديال لون حركة تتأمل لها ديك بيجامة ديال توجهت البلاكار اخدت غطة وساعدة وفرجت على ديك الكنابين اللي حدقها وتسمدت عليها الصفر بقوة ومراقبة وتوجه جهزة لسالة الطرف ديال ممكن عرف ماذا تدرينا نبدأ بلاستة وقالت بشراسة غنى عسانة كين شي مانع وليش غنسينا شاف سيبش مئزات تسمح لي نحمن شهاد الريحات البغفان ديال عيالة تسليفك كانت تخنق منه شنو كتقولي شمن البغفان شاف سيبش راسة بحش قطة غت نقدل الفريسة البغفان ديال ما دم ها آغا اللي مغرقك وحاجة اخرى فهمها ان الغجالة بغما كيس حيتش من الشاميس من اللي كون ديال الشاميس قلت الجملة دياله وشرت شاميس دياله تصب ظهرها ورفعت راسة على راسة الغطة عندها الحق انها تكالي فهلا هو براس وغاد براس قف دخل الحمام كيشوف صورته في المراه كيحسب راس مش تسمى من المراه كيبغيها واحدة رغم على ان اندخل في حياته حس بالحيوب تساهم تطحت عيني على مقا ثيلا ديال احمر الشفاه كينا في الكونتين الشونيس وعاد واحد الاثر كينا فرق بسو فهلا ماكرة بغت بيه كل شي بلا كتسيطر عليه عاد فهم علاش الحاجة حس يخرج سكاعية منه تحضموها مقهورة حسب الايهانة وقلة الحيلة ونرت في حياته القسيرة بش عقباد العقاب القاسي كان عندها الحق خائن ماشي خائن للا مراته لا خائن وغتكون اكثر من سعيدة الى مشاتلي وطاة وشي ضرب عني وطاة وشي ضرب هاكو وقمشاتلي ذا كلوشا في قاحور ماشي محقق انك صغيري لا هذا كرجلي بوحدي بوحدي جاسر ولكن ماذا ما قرفش لك جاسر في ملك لاهية هذي كلفات انا مرات شعر الاحمر بحال عزفة الضار ذاكش اللي عندها عندك حسنتي هنا اللي كاتملكي هنا سيئ كاتملكه قاتلها من خلال دموعها والله ماما مادرت لأشي حاجة محتكيت شبه هي اللي ويتقاطع بحزم انا عارفة اللي وقع عارفة انتي غلطي فاش غلطي انك كسرت الامراج لك جاسر مكي يجيش بالعناد ككتين في تلك المديال وكتي غلطي تكسبي ولكن تدرتي العكس تحديتي قد طبط طبط كله ونتجة هي هذه دبرة وعندها شفت وجهها عندك تكون نظام لعني حسب شلولة سأكون نعسى له الدنيا شوف احور انا سينين وانا كاللح لعجاتر بشي تزوج هو كالرفض تماما احتجت الغبي وقفت تقدم العائلة كلها رجال العائلة تقول تزوج حتى كان عندها عادي وملي قلت عن زوج فرح سأكون اسم تصويت تضمت لا تصغر بيش عمري ما تخيل انه غير شوف شي وحدة بحالك لو كان الزوج في التعناوي يكون جب وحدة في عمرها انا عارفة خديجة عمك محمود من السنين ناس علاق محمود ولكن عندهم كرامة وعزة النفس ولكن اللي شفت البنوسة عادي قلت اكيد فيها شي سر والسر هذا اللي يخلي لا يخسار كنسي واليوم اللي جا عمك وقل ويرافض كنت سامعت تصوص من الفوق كي يقول لا ستتوافق بأي طريقة ويو علاق نظارك هزتك سافة بعز ما عرفت شماعة أنا سأقول لك لماذا أنت حرك شي شي حاجة لداخل وليس مستوعب شنية الحاجة لدابع ولكن مع الوقت سأعرف لك انه يبغيك يبغيك حور هزت حور رأسه بالنفي ويبغي عزة تعود عليها أنا ربيت والدي على الشرع يغض البصر ويشعيني في شي وحده مش يحلاله عزة منت أمه كان عيش معانا أمه وحدت للجوز وبدت مراته تكرره فينا ومش تخلى هنا ومش لسعد عائلت في المدينة وبني عزة ولدات بدت مراته تلمح أنه عزة الجاسر وجاسر العزة فبتالي كان عارف أنه يحلاله ومش يسمح لي أنه يشوف غيرها ومع الوقت تعود أنه هذا هو الحب ولا الحقيقة الحقيقة مش هي هذه حقيقة أنه قلبه عمر ومبغاها تيد بابا شعرك شوف شنو من جهته فالكات حورية بتوتر وقالت برتيباك هو إنسان مسيان وعارف بينه بالله عارف ونقال سمعها بعد صلاح حسيته قريب مني ولكن دوكيت أحد دموعة ونصر هالية ما ينش لي حتى يسمعني ما شافش فيها أصلا البارحة بالطب ونجا فش يجيب أني كان يقلب عليها بحيني غي أربطت على خده وقالت بياقين يعني بدتي كسب غي أنا سأصفت لي يجي سأتعلم منه حيث كسرت يكلمته غي يكلمته هو صافي فهمسي واخ وزا التلفون دياله كتصل بيد قد التلفون ما كي يجاوب هذا في مشاهدة عوضة تساطلت على عائشة منكم يقولوا يبين لباغاه في الجنح ديالحور تحض موحو يمخنوق مشا عندها ياك اه مشا عندها حيث على ناط الحرب قسبت الجولة اللولة فيقي فيقي حور وما تخلاش نتصر عليك فلتاس منتش فعش قوي وات قاعدنا وغي كون ناس ولكن كانت وهمة وما قدرش يغمض عيني وما قدرش يواجه قدرش تصلي حتى أدى الفجر اصلت هدقاتها قربت بشوية منفراش وكسز بشوية يشتح العيني شكرا انا حور انا فايقة انا نظلي يلا بغى تحرك شديد ديها وشلط عينها منفوخين متمرمين من البكات يا البارح كان صادر منك شافت عينها مندمعين اوقع وكان سوء سفاهم ودهز تقاد في القلسة مواجهة لماذا لا يزال كاية اذا ترى سبقوا بمواضرية بدأوا ينزلوا دموها المتحجرين كانوا في عينها حتى نخذها بشوية لا توقع كاية طلب أي حاجة لا توقع كاية ونموافقة لها شايف طفونية مبهرة كيف تكون هكذا شرير شفية كتكون ضريف كندي ما تقادر على الناس خلي يتحك من قلبه هي كتبع قولي لماذا انت يعينك بما في يوم الحزن مثلا البارح يلا قصد كنت اكتماها غمض عيني كيتناهد كيف كتقدر تسلل في الداخل ياله بحلمة كان عندها الحق كان حسب الحزن والوحدة وشعور مؤلم بحلم خان وكان ما عرف شربت على خدها خلي كندي داب وما تقول يشنو باغ تاسمتلي تاندي ما متعود هاكا وليش متعود هزت كتافة انك تراضي من الاسلي معاك وكيتكسب الحزن ديالك بالداخل شفتها منظرة طويلة نشي كيف اشعرف هزت كتافة حسيت البارحة بلي مشيتي كتتحاول انك تراضي حيث بكات انا شفتها تشفعينيك وده ما بغيت تراضيني انا حيث شفتيني كان بكي ومتشكون غدي طيب بالخاطر ديالك كان عاجز قداما انه ينتق بشي كلمة كتتخلل بداخله بحل ديك الناس مالباردة كتخلي عاجز على انه يتكلم ما عجباتك شهدارتي كتقول ليا بقدرية صغيرة ياك شلي كتقول ببارك لا صافي بالعكس انتي كتفاجئ ايدي بكلامك ماشي اكثر بفرض انا اللي كان صالح كذا بماشي انتي هزت كتافة عادي انا وانت واحد انا وليت انا وليت قريبة قريبة منك اكيد غنحس بالعلم ديالك انا حاسة انك تتألم كتر مني ومعارفش علاش شفها بالفعل شغريبة بزاف كيفاش حاسة بالوجع ديالي هزت كتافة ما عرفش ولكن حاسة به صافي متقشكا وماتهش لهم انت وعتيني غتبت بساسم ديما ياك كتحس الحسبة بحلاء بغتحسويه داخل البطر عادي رصد على المضح ومتسامة ويسوق فيه وقال سوف الحمس يجب انا معادي اكيد الم assisted اقداف وانا نزل ومعادي انجاب وقل وانا نفتح وانا ننتبه على ما قل مثل شفها بالبحر وانا نتوب في حل عدد صافي انا ولكن صبري سوف وانا ننصلي شوف جوجبينا وانا ننجب كانت تصفق مدة و تنقص و تدور و كانت تحرك و في المطبخ بحل ذلك الطيف المتحمس تبع في اي حاجة كانت تديرها قلبة اللاجة كانت تأخذ من النام من هنا تعمرت واحد البلاطو و كانت تسمعوا صوت و يتقلوا تخبص تخبص تخبأ اجينا جرى توحق و راح تلقت و ثواغيتها بها لماذا تتخبين؟ هنرى شي واحد كانت تصدر معها بالهمس لماذا تصدري بشوية؟ لا تصدر معنا شي واحد ساكي القراس و سابعه خارجي من المطبخ هنزعوا لها بغريبة اكياس مفيها الخبز الماكلة الجبن و يتحرك مورا و يبتاسم و يتخبه و يشوفنا شي واحد ثم ساكي القراس و يتحركوا و رجعوا الجنح دياله كانوا يحصلون لنا الحمدول الله الله لاحفظنا يرا القسمه الغنيمة حتودك الشي على الفراش و يتلحق ليه بالضحك يضحك بجنون على هذا الشي اللي عاشوا مع هذا المختلف حل رجعتوا المراهقة دياله لم تسيقش اني درست الشي كامل قدت قال ساكي لم تسيقش اني درست اخوة لا 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 درست شاك اخوة اونس كانت بان اصعب و سيقنوا موجده سيقش و كان سرقوه و قد ناكلوها يضحك مع اللي قد تضحكت لديك الشي كامل و يضحكو و ماذا يدلط لي سوف نأخذها العلبة ويقوم بالأمور ونأخذها بالأمور لن أرميهم بالسبل ينبقوا على هذا الشوء لنرى أي شيء تدريه ويجدون أن تأتي جيدة لديها كل شيء عفوي ومكانت ترى لتكون مخلوق أخذ شيء كم حمقاء سوف تنسى قلت عليك أن تفرج عليك سابعة ويجد على طريق خرجت واحد صندوق ديال الوراق ديال الكارتون ثم بدأت تعطيه الالبوم ديال التصاور بقال سحدة شوية كحسب راسو بغي تقرم من اكثر اخداها اقرب عليه اخداها بندراهو حتى الدراسة على صدروية كتشرح ليه في استفادة على الصور دياله ويه صغيرة مع ولدة امها مع اخوها صور تكريم دياله في مراحل دراسية في الاعدادي في التناوي في حفلة عيد الام ومرا مرا كتبقى كتشرح لي شوية كتسولة على واحد الصورة كتشدى الميكرو شنو كتسي قديري بيه كتك نغني اكيد تنتقى تكون عندك شي هواية شنو هوايتك؟ ويبتازم خليك من يبغي نسمع صوتك قربع تولي وجهة منه بتحدي ما تقاش تهرب قولي ايا هوايتك ونغني لك فكراته في هوايته في المكنونات الدافينة هواية اللي كانك يبغي وتخلي علاها بسبب المسؤولية كيتفكره مزيان رأي ديال عزف ديال هواية قتلقي شوية ديال تتخر بايق ما عندهش معنى يترى شنو هتقول حتى ايا نهد بقوة شوفي انا كتك نبغي رسم الطريقة كوميدية قاطع سبحامس واو كاري كتير ممكن شوفشي حاجة عفاك على قبلي عفاك عفاك يلا وخطا نمشي للمكتب ونجي مملك ونجي اهنا بدا بعفاك ثم غادي جيت المكتب سكيت لقى عزة لا بس حبيبي اجيك اسمعنا شوية ندور وجوه وتخلي المكتب خرج الخدام حد فصار من تفاتر القدام وخارج بالجمود دياله المعتاد اتلقى الخادمة في طريقه ويقول لا جمينا لغدال الجنح دياله ومشارجع الجنح واو فنان من تابع الرسمات فيها كتنفجر بالضحك وكتعجبينها ومعنبرين الساب واللي غزال فيهم ان الرسمات كلها مرصاف طبعا واو كيسمع له وقلبه كيخفق بقوة وش كتضرب الصح اكيد عليش مدرسيش مجلة ويتنادش مجلة حول انتي عارفة اني كان ديال اشغال ديال العائلة كلها وعد الاغاوية ولكن اخوك عالاء لا لا عالاء ممكنش اني اعتبد علي بوحده انا الكبير ديال البلاد وكبير ديال العائلة وكل المشاكل كلهم كيجوا على راسك انت هادك الشي هلاش عايش في دوامة ما كتقدرش تخرج بالنهايك هاد دراسي بالموافقة هادش ديكين واخذكم دورفك اضغطها ليك بتخليش حاجات هاد من الحرم ديالك انتا مناش بتخرج لعندسة مهندس كتكنت من انكون مهندسة ولكن وشنولي منعك؟ قالت بلهفة كتضرب الصح يعني نقدر نكمل المسيحانات؟ قال لها بتأكيد طبعا اكيد تقدري جاوباتوا باحباب ولكن انا تقريبا شهر ممشيش للدورو مرديش للحق ومسيحان مقالغة اسبوع شد وجهة من يديه ما اهمكش انا غادي الراجع معك وغادي ملو قاعدكش اللي فتعلك ان شاء الله غتنجحي تأكد قولوا الله ازرسوا بالموافقة ترمات في دراعويك تهزب بسعادة اللي يخليك لي يا ربي الوجود ديالها بندراعوب منحوها تسكينة واحد المتعة وكي شمر انثوية العطرة عفوية جدا ولكن كتحركوا كليا ازفروا وكي يربط على شعرها وكي يبعدها وكي يسق بل ما يستسلم ديك الفتنة ديالها طاغية بس لها راسة يالله لما بغيت نسمع صوته كنت غداه ومدهو بأول مادة تفهمنا؟ فجأته وحد القبل على خدته وان ثلاثة وحد زنجاجاتي العطرة بيدها ودارتها بحل ميكرو على فمه وكي تتغني لي فاجر وضحك ولكن جمد مع صوت دياله العدب كتتغني ومتحين سمع الأغنية أغنية زوينة بأول مرة كي يسمعوا كي لا تصحبش راسك انك الفلن الواحد اللي كان هنا يلا شنو بغيت تسمع سأني؟ لما تسمع انتي؟ لماذا لا تتغني؟ كي لا تتغني لكي تتغني؟ كي تتغني لكي تتغني لذلك قدامه أنا بغيت تسمع لك ويرا وغا تي بغتها ربي من الحفاظة وكملون هار دياله كي يرجع معها وكيد حكو مرة هكا ضوزون هار زوين بالساف كان بالسامسة بيه خلاته كي يحس انه مراهق ما قدرشيش بعملن هاد المشاعر جديدة اللي كيعيشها معاها صحد اللحظة شدلائي الداباسة تيغزالة بزافة حوريتي عبتاس عينها بخاجل ولوجها كل حمر سيزلاء وجها ببيدي على فكرة تيرك مراتي طفنات رأسها في صدر اللي كان كي ينبض قوة تسكنت ضربه بالقبضة دياله تقليل الاهداب ويعدنا قوي ينفجر بطاك لسانك طويل بزاف ديكل اللحظة تحصت برأسها مشتتا تائها ولكن في لفس الوقت كانت سعيدة وهاكدا عدت تقريباً أسبوع كله دوزه معها خلقها بسول العلا وخبلها غهية كان كي يراجع معها بش قدرت تجاوز البتحان دياله بكل سهولة بعد مداز الأسبوع تخلى عند الأم دياله ونجاح ديالها قاتلي ألم زيانة ولكن بغلت تطمل عليك انت كتكنت أنت غيابك هذا بش بدأ حياسك ولكنت صدحن لا العكس حور ما زال صغيرة الواليدة خصت تخطف القصي اللي بناتنا واللول خصوصاً أنها كانت ترفض الزواج بش تكملت دراسة دياله جاسر سبق لك شفتي حور قبل الزواج تحن حن بحارج شنو كتقصدي علاجك تاسمات وعنو غيسولتك شنو غندير مع عزة غلق قسم الأيام بلاتهم العدل ديالله وهذا الكلام قلت لي الحور ويقف قلت لي أم بزوج أنا مبغيش تتوى التور في الدار عندي شي شغول غدي نكمله في المكتب غده غنوصل الحور المسيحاني إن شاء الله وغدي نمشي للمصنع مباشرة لا يوفقك يا ولدي تبعا تخرج توجه المكتب دياله توحج ديك الصغيرة دياله المشاكسة برغم أنه مخلاش إلا ساعة وحدة ولكن تعود على الحمق ديالها وديك البهجة اللي دارتها في حياته مينكرش أن الوجود ديالها دار وحد شكل فارغ كبير تعود على أنه يخذ بندراعه كي يستذكر الدروس ديالها وكي ينعم بهذا القرب المميز كي ينفعل زيما من الأمور ببيته كيتقرب لا مرة مرة وكي يستطيع التحكم من نوبات الطيش الغريبة وكي يبهد وكي يلوم نفسه لكن لا يستطيع أن يكسر حوريته كلها سحر كل شي فيها مميز بدأ بدءا من الشلال الاسود المغري برائحة الظهور البرية ذلك المنابة الطفولية مزينة بالرسومات الكارتون الحركات العفوية ذلك الاستيكان الرائع بين دراعه تفكيره اللي تحول تفكير مراهق مطار على طول الخط ما ينكرج أنها تتحكم بالرغبة دياله بجنون ولكن في النهاية يسيطر لنها مجرد من صغيرة ورايقة تحرك جهة الترجم ديال المكتب اللي يطلع للنافذة ديال الغرفة ديالها جاء تعيني على تكشلي كيبان قلصة تكوم على الأرض دير على ساخة كتاب بحل كتحفظ فيه ما كتسبلش من الحفاظة كتبكيه بلو نعيكا الصور سوي كتسم صحة بيديها دموها ليش كتبكيه خلابي خير هذا الأسبوع دوزه منها يمكن في الحفاظة ويقرب علي مع ذات شلي كي يقولوا إياها شو مرة تكتجي نوبة مجنونة كيف يشتلها شعرها عد ملي هدر مع عزة في تلافون من ديكل الهدرة ويمكن مشهك على نفسها ملي عرفات بلا عزة طلبت منه أنها سيبقى معها أسبوع كيف ما بقى معها حور أسبوع حسو ديكل الله حدث أن هذا الحظ كان في المنطقة أنه يكون من نصيب عزة وتفكر أنها تزوج عليها يلي كان خاصة غير ولكن ما بينتش لديك الإحساس نهائيا كان السلام ديالها بارد ودك تدلل لولاك يحسو بطعب المر توحشتك بزافة حبيبي ويا فشكال لقوم بزوج بيوم وقال لهم بلانت سوما بزوجكم انتي عرفت بلا داجة مزوج وافختي أنك تزوجي بيا وانتي عزة حسنت انتي تزوج موافقة ديارك زوجكم بجوجك يركم الزوجات دياري وخصني كنت تقبل بيناتكم واني نتعامل معكم بما يرضي الله عزة بدلل اكيد حبيبي حور بحل الختي الصغيرة بطبط لفت كي يشوف فيها حور كي يحس بيك النظر الحارقة اللي كاتر مقباعة عزة متاسم بالرغم معلي سمعتين حور شف فيها ويا تشوفي ديك النظر النارية دياله سمعتك قفاز عزة قنا بات منه كتقدلوا الكل ديال شاميت اوكي السفر بقوة ما غاديش يضعف قدام واحدة فيهم ما يضلمش لأخرى بعد دراء عزة وكي عزة تقدر تسفضلي داما خرجتك تتميل بإغراء مع مره ما شافه بحيت عينيه تقلقات بحور اللي كاتر تشوف فيها بشمي ازاز وتحركها تدخلت لغرفة دياله وضربت باب عصبية وقاكي يشوف فيها مازال مراقبها من المكتبها وهي كاتر تبكي وكاتر تحدمها عارفة لش كاتر تبكي كاتر تبكي لأنها غارت اكيد هي قوية وغادي تتماسك غادي تناسى هاتشي سمتك ستارة ديالنافذة وتحرك غادي الفوق كي يبتساسم وكيتأمل عزة للقناة وكيتأمل وجهها البيض المعلميح ديالها نهد ما شافهش تقريبا اصبوع كيفش متسوحشهاش جات صورة حور اللي باكي قدم عينيه علش محسب هاد الالم على قبلها ايه نحسه غمض عيني حاول انعسه لكن مع الفجر عارف انه مازال يعني ملعش حور كانت محسبها كاهية كاتحسب برصة غاديت ترتق ما بغاش ومارضياش ولكن ما عندها منتير وزائد خيثة من الاختبار ديال الصباح كتتحفظ كتر تتراجع كتر باش تتبتل كل شيئ انها قوية ويشو تقدر تنعسر تقدر تنعسر وابعيدة لها الليلة الاولى اللي كتدوزة بعيدة عليه كتتدر مع راسة مهراكة من الحماق ماين غايكون وناس مع النقه كتتتمدد على الفراش كتتحاول الناس اخفوه لكن الصورة ديال وحضنها مخلاتش ناس كتتتعايش مع هذا الوضع مع النيرا الاسبوع كامل صلت الفجر نبسات حواج كاتش ما يحواج اللي لحد دينما خرجت من الغرفة كتتتلقاها فتبديك تطلّى دير الواقور التحت صباح الخير احور هما تغيبوا حتى حيها كباردة الى خلّت للناس نفسها العينان لسانها ما غديش يسكت لسانها صلت ما غديش يسكت اللهم تسكت من الاحسن تبهت بالوقت مع وجهها مفكين فمع لماذا كتي كذبك توسعت عينها بالدهور كيف اشعرف قتلوا بسانك من انكار مكان بكيش وعليش غنبكي اصلا اكثر حاجة كنكرها حرف حياسي دورت وجهه الشي اخرى ويمخنوقع انا ما غالبش نشوف مأموخ خوتي ممورة متحان ما شغلت سلامتحان مع الوحدة اسقريبا اوكي تصليبي يا بنيتسالي وانا غديش يديدك فركاتي الدابطة وطر ما عنديش الرقم ديالكو ما عنديش تليفون ربس على الخط دياله برفقه وقلوة كيشجع وخامس نقدم مدراسة وغديمشو نشروه احسن تليفور الحر تفقدها؟ لمعات عينها بالفرحة واخها ولكن جوبي بزيان قالت بسارة تد غات وصلني ياه اه اكيد يلا قالت بحاماس بلاتي بقي الوقت الحال بقي الحال بيبكتش خرج بلا فطور اجي معين ديالك فطور دغية قالت الجملة دياله وشدته من يده غدا بيجيت المطبخ وفعلا ما خرجت وحتى كان فطور فطور وعلى احسن ما يرام ثم غاديل على برا خارجي قفت قدام من بوابة من الهار دخلت القصر عمارة ما خرجت منه داشت يديها خلاك سفو مكين نزله للحديقة تحرك ويمعه وقالوا كيتب السم اكيد وصل المطبخ اللي فيها السيارة ما تنكراش انها فرحانة حيث كي يسميها وفرحانة انها فطورة سيوية وديك التحك دياله معها ولكن ما زال قلبها كي يتقلم حيث خلاها ولكن كافيها انه يسميها فش فس هي خايفة شوية وقالوا بقيتها وقالوا بقيتها وصلوا بوابة المدرسة كانوا بقيت الجمعة غافير وقالوا بقيتها دايما يا سافي يلا هبطات تحوطوا مجموعة من البنات متأكيد صحباتها لك يسمع شي جزء من التعليقات شكوان هذا؟ هذا راجلي وحده من البنات كدابة ما دايرش حسد خاسم ديال زباش فيد واحدة اخرى وحورة نقولها لعمك ديك نديري هاتا بدون قد ناسا فكيرا بطل من السيارة وقف مورا كيش حاجة حور علش مدخلتش تلفتت واجهة سبعينة دايجة دمه على اغل ندخل الغيكس كنسلم على اصحابي وليوم اصحابك علش ما عارتش يومش على العرص ديالك وحده من البنات يعني انتا بصحرج لها ممكن تسوله عادي انا جاسر الراوي الآغة اشنا هو كله تخل عزم مغادين هو يقول واكا يبتاسم هلش ماله مخافه هل ستكسفه وقالت بسعاده اسم ديالك مورعيب شكرا الله يخليك ليا يلا سيري دخلي مسيحان ديالك وبغيك تكون يمركزة يلا سيري ازدت رأسه بالموافقة وتحركات الداخل اركب سيارت ومطالق شكرا 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 اي 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 مرحبا بسياريس وما قاعدك يتزوجها كي يقولوا هكا غزالين وقالت سنة غدا الفكر عنين ديالك بساسم لين باش تعلقك اينات ديالك بحل تباحة لفتها كي يشوف برعب مصطنع شكوش كولي جا بصير سادابة موين طمن شنو خبارك قاد الأوراق قدامه مزيان كولي شنو اخبار ديال انتاج للاخر جاسر انا ما عارفش نهضر معاك من نهار الزواج ديالك انا عارف انك ما زلك اسبغي عزة وجنتي لو حدا اخرى في حياتك صعيم انك تقبلوا يمكن تكون اول مرة نقولها لك عزة ما كي مهماش من غير الفلوس وصافي مكش متوقع انك غتزوج من سفسين حور ولكن ممكن هدي اللي غتعيش معه دكش اللي ما عشيش مع عزة حور ما زالها صغيرة ما شفتش حاجة في الدنيا سهل انك تشكله على ايدك اللي كان قصده انها مراتك ماشي معنى انك تكون معه يعني ركتخون عزة نهد بقوة حور فينا صغيرة ولكن عندها شخصية مستقلة وعزة نفسه كارا ما شفتهم مش على الرجال اللي عندهم مش لاغم يلا سير 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 شف خدمتك مو يما نرى معاديك الوحدة تقريبا غدينخرج تحللوا على المكتب ولا ما سمشي بكري غدين يحتافلوا بيكا الليلة شفين مستغلب كيفاش يحتافلوا منك تخرج سمعت عايشة كتحاول كتهدي النفوس مع عزة كتقول لي انك فترتي معه حور وانتي سامعك وانك تخرج قتل من الله توحشاتك بزار تعرف عايشة كتحاول عزة شف وجود ناد عادي عندها اكيد اكيد ماشي عادي ما تخيلش انك تفلت من يدها مشكلة عزة انها عارفة واثقة انك لا تقتش تصغن عليها عقله كيتمت كلمات علىها ولكن ذلك الجملة الساخفة اللي قالتها ملي قتله من المرة الاخيرة تفكر هاتفر مغاين انا اصلا ما غاديش يمشي انا عنتي حر عندها ايلتا وغا تشوف خوتها ثالث ملي عالا يلا سلم عليهم ملي تخرجها شريلها شي هادية زمينة وراضيها خرج عالا وخلها كيفكر ما عارفش انه وفاهلا كيتمنى انه يقرر منها وحس بحيث احساس الاخيانة بلي تملك عزة وماشي الحكس ما عارفش انه خول واقور ولا كيتصرف بجنون بحل شي مراهق كيتش على الرغم عمديك صغيرة اللي كتلبس ديك الميجامات المضحكات طوفورية ورغم هاد الشي كتمله ومسيرة فساقدش حال بالحاجة في هاد الليلة هادية فساقدها مقدش انه حسين الدين عاس فدراسه من هاد الافكار ورجع كيتسابع الخدمة دياله اللي يهمل هاد الاصبوع وفعلا مع الوحدة كان القدم ومدراسه من يخرجها ثم غاديهو اياها مره مره هكي كتخرجو على دك الطوع دياله كي يحسب راسه بحل شي مراهق هادي نفس السيارة شادلا في ايد ديها وياها كتشوف هادي وهادي وكتنظر على هادي وهادي ومسا معها حسين حسين وصلوا قدموا هاد المحل هاد اخذوا لها التلفون جديد واجبوا لها شكرا ماشبكش لازمين وانكي ما نعرش نستعملوا في الكاتالوك دياله حور قراءة وغادي سعرفين مشينا وان ذاك المحل مباشرة المحلات اخرى ما كانش عنده ذاك الفوضول انها كتشوف هنا وهنا ملتاب هاد ليه حتى اخذ يديها ودلها بصبعها وحد الخاتم ديال الزواج حتى شافت فيه باستغراب شنو رأيك فايدا هاد الخاتم كيثبت انه ديالها هاد وطوق اللي كيتمت انها ليه وانشي الحكس وبدون وي طاحت عينها لينتو اللي فيها ذاك الخاتم ديال عزة عمرت عينها بالدمور دغيار ذاك الساعدة رجعت للحزن في لحظة اعطا مجموعه هكا وبدك يقولنها انا خسارية لكذابة خساري انتينيها قلت بلحفة وغايت لبسها اكيد غادي يلبسها ولكن انتيني لغا تلبسها ليا ولتك تقلب حماس وعينها كيلمهو اخذت واحد من البلاتين اسود ودهرتها في الخنسة لدياره فقل اخرى اللي كاتب البهثة قدامها ارفع يدو كيتاملة دوق ديالك زوينة حور عايش بهثك؟ يلا هو المحل كله قدامك اخسار اللي بغيتي تحركات قدام ديك المعروضات احدها موظفات المحل اخسار سلسلة فاقم صحف كبير نوعا ما واحدة فاق المرقيق واحدة خاوية شفاء بالصغراء قدت لبسي ثلاثة سلاسل مع بعضه قلت بعب فيالي البكاتو اللي الكبيرة الماما الحاجة وهدي العايشة وهدي ديالي من هادة الخاوية قلت بخاجة اللي ديالي غني جيب فيها جوة الحرف حرف ديالي وحرف ديالك باش يكونوا مع بعضهم غريبة فعلا قدام هادهب والالماس وكل ملف انتماها سلسلة بسيطة ورغم علمو حسب التقدير لها كرس مخصوص صغيرة بحلة مصيرة لانها كسبحت رمل الداخل كالهاده خدام جمعة من الخواتهم بدك اعزل لها لما يكاز عزل شف في الفينية ليك واضحة عندك حشبانة ضغياء شفت فيه بحامس لا الله لما يكاز المهرجة بسيطة هذه البساطة وبعد اسراء اعزلنيها خلخان وصلسلة وصلسلة المفاتح انيقة الفنطة وبالسلسلة المفاتح وصلسلة وصلسلة عقلو يطير معاها تماما لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا وصلسلة وصلسلة يلا باش تشوفي شيئا شوفي المون اللي يسمكين اغلقوا في كل شيء فراشة محلقة كتفرد بجناحة كتنشر الصعادة معاها كتسعزل لهذا وهذا كل واحد هادية وكتسول على التسامن قفات داخل المحل يا العطور كحسب لا تختارنها شيء واحد حتى فاجأته هزة واحد قدامه كتشم فيه شن رأيك في هذا؟ هذا دي الرجال واش بغد تشريل عمك؟ لا ليك شن رأيك فيه؟ كان فرحان ونفلس الوقت مستغرب شرأت لي تلعطر بالفلوس اللي يبقى عندها بقى عندنا ساشي حاجة عنده واحد الكبرية اللي غريب شف عينها مشات جيت وحل محل ديها الظهور حس بي لك اتبغي الظهور فقد انت مجيد ديك المحل واخدها زارة ديال تولي بوحدة كتشبه لها نادرة ورائعة تعلقت عينها بعمل يخرجها بدأت تكتلنوا إلي معه واشهدي ليها؟ ازرصوا موافقة فقد تنقذوا الساعة اللي قتلوا بعمقوا اللي يخليك ليها انا فرحانة بالساب بزايف بعد الدراعة ومسلها برفقه قليت الحمق هذا سنكونوا بوحدنا ولات كل حمرة من الخاجل ولكن بغي الورد بالساب محتاجة شي حاجة اخرى حور اللي يخليك ليها يلا باش نتغطو باش يلا تلحقي تشوفي شوفي مورجو تخليو حد المطعم قساس قدام وعينها عمراس بالحوز لمرة اخرى تلبي الماكلة لكي شفاقك تلعبتك للماكلة دياله ويلا شاعر دا ومالك شنو كين شافت فيه وقالت ما يقدرش تنبات مع ماما هكا تنهار او لا ويقاطع الله عمراك بغي سباسي مره الدار شو اللي يخليك يقول هكا عزت قريبا ان كانت سافر بالوسبوع بزوج عند ماماها وعمور ما عصار دور المرة رجعت سافر بقوة واش تباغت باسي سمى؟ علاش؟ فركات يدى وقات برتيبك مكتش باغه ولكن عوض من العسبوح دي يعني لهذا الحد بغت تسهر من الطار باش ما تشوفوش مع عزة ورغم هات الشي بتاسم غزيتها اللي هزة داك يفعل خاسم دياله وباسم للداخل انتصل بك كل نهار حسين داك الناس تفاهم دا صافي؟ بالصح كتدر بالصح الزرطة بالموافقة شدت له كفافه وكففه بجوجه ومقات بسعادة الله يخليك ليه وما يحرم ليش منك داوز وقت ممتح حقيقي في دار هالمره اللولى اللي كيعرف ان حمزة اخوه التوأم كيش بيلاته اماما في تصرفات كتتحرك باريحية شديدة حيث كتنتمي لهذا المكان هائلة هائلة كريمة برام الفقر دياله متماسكة كيملاها ذاك الحب ودك الويد وتفاهم وبعد سعودية اللي تقريبا نازلين داخلي للقصر تكيت فاتوا بكل شغال سكيت النوع فيهم السلام عليكم جوابهم وعليكم السلام عزك تشوفي منظرات حارقة شنو شفاقت الغيرة دياله المي سدابه ولا شنو الاكيد لا الغيرة دياله مرتابطة بوجود ديك الاكياس اللي كانت في ديهم هيرتكت رتابطة بالفلوس بعدات حور قدم قصات على رجليها لركبها قدم ماما وكتنطر معها بصوت هامس ولكن متأكيد تقول لها شي عاجل اللي خلصها فرحانة لأنها حضناتها وبس لها راسها قلت على الكرسي كيتها بحديثها مع ماما كيت من يسمع ولا وجوز أصغير حتى وقفت عزة قدامه انا طالع عن الناس يلا جاسر طلعين تي عزة انا غنقل شوية مع الحاجة وعائشة المرة الاولى لكي يقول لها كاستغربات حتى هو تعجب ما ردت فعله في العادة كان كيت منها كل لحظة تقرب منها طلعت ويكاد سفر بضجر ولي بدت سحور كتتوزع الهادايا مكان شعرف عارفة انه جابت حتى الايناس جابت لها قطانيا الراس والولدها الرادية هادية قلت ايناس ما تتساشي واحد بصراحة ما توقعش تفكريني حور بويد علش كتقولي هاكا انت شرك ماما تجاسر صغير النبي صلى الله عليه وسلم قال قال تهادو تحابو ايناس ابتسامة سدرقها رسول الله يلا الله يكملك بعقلك ابنتي ابتحانك الجاي امسا جوابات الحاجة بعد يومين ان شاء الله عايشة ابتسامة مبروك على الديبلا حور عزتي اداك اتأمل الالوان ها الماسية منعاك سبنتو قالت بسعادة الله يبارك فيك عايشة عقبالك يلا تصبح على الاخير جاسر حور سيسي ذيك الصاشي اللي تم زيك الحاقبة الصغيرة وقالت لما نسيتها هذه هدية ديالة تعطي عزة ولكن ما قدرتش نعطيها لها خفتها ما تحرجني ولا هكا ممكن ترميها وذيك ساعات تخد تنفضل انك تعطيها لها انتايا يلا تصبح على الاخير قالت الجملة ديالة وتوجهت جهة تجان احا اختفت فيه عايشة بإلحاح شهد الشي وخاية بقى صغيرة وكي ممكن انتبارك العقل او رهيب بغيت نموت ونعرف شنو جابت العزة ايه لا سبحاماس حسا انا نموت ونعرف ومعاش كايد يلا طلع طلع نسا ارسح نسا جاسر طلع جاسر وثوا فيه الفوطن ديك الهدية كيشاك واجريبها لاشي قنبولة وشنو بيانا قاسح شنو غد يدير قاعة صغيرة على وحد الكورسي اللي مقابل مع الكوموت كتقط مرتبات البشرة على وجهها وهذا بالنسبة لي هو لا فيسة الممنوع الاقتراب نياد بقوة وقلس على طرف ديال الفراش وبدس هي كتسرسر من الصباح ونزا بخرجها يال وعندك عادي وعاد خستك تعرف انك ميجيب له اي شي كادو حسنا انجيب لي اي شي كادو شاري لها خاسم ديال الالماس سفر بضيق وكيزيتها حسنا انسي انتي لابسة ديال بلادي الالماس وانا وقال انك ما ردش لبلديالك كل عام فعيد ميلادك كسبشي تيك تختاري اللي تي بغى وانا كنخلص اوف واش انت بغي تساوي بنا وبين ديك الفلاحة جاسير بغضب واشي انا اللي صويت انتي اللي اختاريتي كلك شرك فيها حور مراسي عزة يعني اي اهانة توجيالها كأنها لي بالضبط قال جملة دياله ادفع داك الكيز جيتها شتاته حلاته كتقلب فيه خرجات تكشيري الداخل حل اشوف يشنه كانت عينيه معا القتوة بغي شوف شكون غي شافه وينفاجر بالضحك دا بحل استحضروا حد النكتة نقص اللي اضافت لها مصحاف لا ونحن اللي اضافته لديك تريد شيء من اللي في دماغك حرام شافت في المصحاف بحاجر من المصحاف اضافته بنيتك بحاجة انا مبغى من وجهته اضافته من المصحاف اوكا مبغى انا اخده ولكن ما يمكن ان جرس ينسي هدية هذا الاقل شكرا انتصف جاسي و جابت لك هدية تكات على الفراش هزت على الغطة شكورها هتشيلي بقالية نعس حسن ما تجري شي جلطة بطلح واجه خسحت الغطة حسبي الله حور كتفرض الحضور دياله بقوع كالعادة دست برسو أحدا دياليوم دا كل جنون ديالها بسم الكاسومي وحركات العاطفة دياله كلها سرحسكي حسبها بيدين عزة على صدره حبيبي توحشتك بزيال تعني بغى خاسم ديالالماس وخا عاشقة والمالي تتحدث العاطفة ديالعزة كلها مرصادة بالمقابل كالعادة تعودتها لهذا الشي ولكن هدل مرة حسب الغضب منها بعد الدوع طاب ظهره ناسي عزة رجعت كتا عن النقوم هكو كتا مثلي كتا قل لك توحشتك ويدور عندها شنو بغى عزة ونفس الحاجة ولكن هدل مرة كان بحل حسب الله أي حاجة كتيرها إلا كتبغي مقابل دياله والفاته طول هدل العشرة ديال عشر سنين عشر سنين وعزة كتر ديالك أي مرأة ولكن مش يكون صريح انه تعود علي عزة مش مرشة غوفة بالطبع ديالها وما غيرتشوف شو حد أخر في الحرام داك شي على شطوح الجسد دياله وحتياجاته عليها شنو الدرر انه كاي دي حبيبتو هكا شي حاجة ولكن بهالطريقة لانها بحل كتبتزو بيها وكتخلي القرب دياله منها مقابل بقاش قادر انه يتقبلوا والأول مرة كيرفض لها طالب وخلها هكا غير حالة في مها فيه داس الليل تقريبا فصل الليل كنتك يتفكر حور يسر غا تكون ناسا ولا غا تكون مازالة فايقة تقريبا نزوج ديال الصباح تكون ناسا قال غا يصل لها غير رسالة تكتوبها فقط هكذا الواتصاب يلا بدك يكتب ما زال فايقة ونعسي دغيان طلعت لي بلا شافتها كانت تصل بيا كما وعدتيني كنتك نتعلمش فيها للتليفون كنتم تددع لديك الكناب اللي مشاليه وبتاسم مشاعره كله مخاربقا نساها هد الوعد هذا ما عليش تعطلت لك ولكن انتي كيفش عارفتي بلا أنا محتاجة جداكا حت نكيت زي واحد ما عنده الرقم ديالة من غيرك انت أيا المعدة قبلت لها ديالة ياك وفرحة سبيعها كتب منتحكة ديالة بصعوبة مش مصفقش عزة عجباسة بزاف ولكن ما كش عارف انك لكي نعي ما هكا ياك أنا منعي ما نرى ما لك مجنح تحكب منتحكة ديالة بصعوبة ثانية واخي الله بغنشوف رد الفعل ديالها وكيد غدي غدي تلقى يغدو صولي بغنشوفها كاريكاتير من عندك حثاك ولكن ما ترسمنيش شيطان واخر قرر رسالة اكثر مرة ديما هلاش ديما كتكون مصيرة لانك تحركتك شي حاجة في الداخل دياله واخرنا اللي غدي يرسمها لك ولكن رأينا اللي خديت المصحف الحمد لله هكا ضمنت اني عنده اخت ساوى يلا فجر قرب شنو بغت ناسين لا انا مليكا نكون فرحانة ما كنتينيش ناس يعني تيدابة فرحانة بزاف حيث فكرتيني ودرتي معايا وعد حيث ندوزنا ننهار مع بعضنا بتفرحان ولا بتاسم غيب اللي شي كلمات قليلة كتحول لديك الحزن دياله الفرحة كتب خنوق ولك يندفب مزيان وعلش كتب خنوق حك كراصة بتاسم شنو غيقول لها اه حفظتي المادة جير صعيبة قديمة هادي تعود على الأسلوب ديالك ما غديش تهرب بذ المرة عتارف وإلا توسعت عيني شنو غدي دياله حور اللي حفظك ليا يا ربي السراحة ما غنقسل شي ناس شذا كيشوف عسل عسل لي كانت تايا الناس وينفجر بالضحك عرفها كتب عني لها قوقكي هضروه فعلا نحتاجها للفجر مع السن قريمة ديالصباح نازل على الدروج عيني كيقلبو عليها أكيد غيكون رجعت ناسات صباح الخير كنفت سلقى واقفة في بفت المطبخ صباح النور شنو كنت ديري وجبته بتي القائية وجيت لك الفطور يلا أهجي قلت لجملة ديالا وجرها كالعادن المطبخ تاكل قاديك الطبل عامرة بالماء لو يبتاسم تقيش عيي راسك حور انا متعود كان خرج بالفطور قشرت لوحد البيضاء دارتها لفهمه كاملة عادي تسول لفت فطر بتاكتها ينهار كامل وخستك شي حاجات تسندك يلا كان بحل لك الطفر المبهور بكل الأفعالة وتصرفاتها العفوية بحل بحل شي أول لك تتملول ديالا يلا شرب قهوة ديالك لا لا شربها في المكتب حور وطي يلا دخلي رسحي شوي أملي تفقي كم من الحفاظة ديالك وخة ضو من واي تحنى بس لها راسة ثم غادي قفزات هي وحدت نفسها القرب ديالا من غيرها ما زال دير جرح في الداخل ديالا ولكن غير شي كلمات منه كترجع لعتقى في نفسها يعني ما زال كايشوفه من سهاش هضر معاها فطر معاها خذ الفطر اللي وجدته اللي فرحانة بالساف وهت شي كافي في الحشية كان قاتل المكتب ديال وحتدخلت عنده عزة كانت خارجة ايو ايو اي ناس تدخلت حبيبي انا جيت علش ما قلت يش ليه بالله خارجة هادي كثير ما ينجت الخارجة هاكا مفاجئة وعجبت لك واحد الحاجة هاكا شوف حتدت واحد القطالوقات قدامه شوف انا خسرت هذا وهذا وهذا شن رأيك شفهم وصفر بضيق عزة ممسليش لهذا الشي دابة تخلى الوقت آخر قربت من نوها مسات مش غول على حبيب ساك ما بقاش حامل هاد هالطريقة اللي كتدير لي بعد يدها عزة واش نتي كتب غيني قربت وجهها من نوها مسات لي اكيد راج لي وحبيبي وكتجي بليه كاتا كش اللي كانت منها أرجع رسول لورا للكرسي وغمض عيني هذا هو الحب عشر سنين وكيتقبل فكرة عزة للحب ولكن ذذا حسب حلا كيستجدي من هذك المشاعر وانه شي اللي كانت قدموني مجرد دهاء فاق هاكا هل القرب دياله اكثر أرجع هاكا ويبهد علي احنا في المكتبة عزة قدت في القلساتي اهلا اوكي امسا غتجيب ليها تسوليتر عزة باركا ما تزنيني عراسي ما زنلك على عراسك انا كان زنزنة جاسر ياك عمران ما قلت ليها هذك الكلمة هذي عيث عيث من طلبة ديالك اللي ما كتسالاش وهذا شي من امسا يلا كتب حيه البارح ما يوقف ساني عزة هذي الاسلوب هذي ما مبقاش ماغه ما تنسيش انك مراتي وحقي الشرع ما تنسيش انك ماغه في سارنتون كيف يلاجه هذي انك ويقع تعم غضب انا في شكك زيادة على اللاسم في شكك لدرجة انك وليسي حاسة اني لعبة فيدك شي حاجة في حياتك ما كتتفكريهش إلا مليك تكوني بغزي شي حاجة شي شي غوم شي خاسم سيارة الحديقة فلوس باش تسافر لماماك كتك القبل الكلام هذا زمان وليك تعيش فيها بسميس الحب ولكن تخليسيني دبقا فاق عارفة امسا لو قفتي مصد الرجال كتقولي ليا تزوش خلت يديك نشوف كل حاجة على حقيقتها قالت بساواتر ما فهمتش ما كتتر هاتا هاتش كل حي تقتلك باها غيطري خاسم هكا جازر اوكي قتب اغلبلك والو صافي يلا لغادا اغلبض عينيه وبساسم السخرية من امسا وعزة كتتفهمه من امسا يا كتبت زعمات قلت المشاعر ديانو الاسف ولم تشيقن انها علاقة مع عزة يلا بقات عزة بقائمة علي علاقة بالفلوس وصافي ولا كيح تبرص بحب ذاك الحمق اللي كان مخضوع سلو مقلبو المرأة ما كتفكرش غيب الفلوس وصافي أما هو المشاعر ديانو ما عطي احتاسي ما معندها عادي تفضو وليحراسو على ذاك المقاد وبخاها كيفكر سمعت حور ذاك الكلام كامل تخلق دموها في عينيها مسكين جاسر كيبغي مرأة كتفكر غيب الفلوس وصافي قلبها كي تتحرقها لقبله عمارة ما كانت هكا مصلاة سيسا كانت كترزح من الحفاظة تعودت انك تحاولت سعيد تركيزيلا بشفية الموسيقى الحركة الرقيصة ثلاث ساعات ديالها ديال البوز أترجع مرة أخرى للحفاظة ولكن صوت وسمعته من دموح وكي يضرب ديك المرارة ثلاثت بعدك الصوت حتشفت الضوء خارج من المرأة السعرى المرة الأولى عرفت ان الجناحة يطلع للمكتب ديال وما كانت شعار فاها تكتبها اللي عزة خارجته وقد طالها وكي يطفنته ولكن مخرش من المكتب قد حاليا مخرش كان يتقلم بالسفحة تصوته وكان يمر بالدبوح لم يكن تردد صدا دياله في الداخل ديالها تبشي عنده ولكن اللي أغضب عليها لا ولكن دبه هو كاي ماش يغضب عنه الساعات جاوزات منذ صف الليل دنيا ساكنة كل شي نعس لبسات الكاب ديالها درت على رأسها عندك زتيف وخرجت كاتس لب شوية دورات البونية ديال المكتب ودخلات سدات الباب ودخلت وحتى سوية باستغراب حور شنو جاية قد ديالي ندابة فرقتي الداب تساوته غي ما ما تصلتيش بي وقلت نطمن عليك هز في حاجبه هم متأكده يا قتلك مكان ما غير لقدك دوب شافت في الأرض ورجعت شافت فيه كنت ما كنت شخص ده ولكن اسمعت كلامك مع مع تاتيو دور وجون جيال خرى وقلسة للكنابة شنو زاني رجعت قلسات حداها وقالت برتيبا حسيت أن لا ممكن تكون محتاج لليا دابة محتاج لشاشي واحد عمرو عيليا بالدموع وقالت بي مخنوقا ما كنت شخص دعني لبرستك سمت غدا خارجا هو شاف دي كلمع ديال الدموع في إيديها جاتبش تواسي وقص عليها شنو تم ديالها درماء الليه سمت وجاتبش تربت على الجرح صفر بضايقة مخارج من المكتب حلباب ديال غرفات النوم سكيلقى حور مرمي على الفراج شعر ببع سرحداها كيد هورد صفاصيل ديال جسد ديالها من خلال حواج لي لعب سلاب ساخي شورت وغية وحد دريكوب كغب خفيف قلس حدا حلا طرف الفراش ويتسقى دها كنقذات خلح سيني انت دخل سيني قرب وجه منها كترد دليا حور واخا مقبولة منك هزت كسافة واخا موقع والوهادي المهم انك انت تكون مزيان عنا ما مكعيش منك بلاكس بتاسم وكي يزيدو كي يبعد الخاصلات ديالها اللي كانت متناصرة درها اللي وردنيها ومسح الدموع اللي كانوا عامرين في خدوتها اذا هالدموع لاش حيث انتها كانت تقلم حيث هذا موجوع ودرت لكف ديال على صدره يعني كانت بكيه لقبلي الزت راسة وقالت صوت كنت كتدر كان مجروح بالساف كانت خيبا هلعرف تعرف اني انا معاك وان احنا واحده كان منفاهل ما قدرش التقت لانفذ دياله عشر سنين عيشة مع الزوع مرة ما حدث هادشي وهاد الصغيرة اللي قدامه في اقل من شهر ولا تكتحل له بهاد الدقة كيفاش العقل هذا اللي عندها تي كيفاش درت قد صبعي لشفعي فوقهم سات بغيت تقول انا كيفاش صغيرة ياك وكانقول هادشي ولكن انا ايو حد كان بغيه كان حسبي بالساف كذبغيه يعني انتي كذبغيني بحباز ديال الطفل عمل دافع راجلي مجي حرم عني لبغيك ياك حسب حلوحد يزيل زال عني فكيتفجر في الداخل دياله حسن انتقل عنه يتكلم مكانش خصي يقول هاك ياك وفي هانسك هيسي بني ياك اني كذبغيها وما كتشوفش واحد من غيره ولكن انا طامعة في قلب يكون في غطر فيها كبل اصغير ولا غي صغير ورا لقيا قلبه كان كيصرخ لأول مرة كيتعرض لها لكم المشاعر المرة الأولى اللي كيتعرض للمشاعر صادقة زلزلاته بهذا الشكل ارجع زيار عليها كي يحرك يدعو لشارة اه اش كتدري فيها حوريتي زادت راسة كتشوف عيني كعليش كتقل يا حوريتي حت انتي حوريتي لنزلت من الجلنة لقبلي اهه انا كان بغيك بالزفاجة ازر كان في الداخل وكيقولي مثلا طفلة صغيرة مراهقة متأطرة يمكن بالمشاعر ديالها مدقية كانت تفعل بسرعة عارف ان لا تقدر لا تستخدم شي قارن ولكن كان حسب حد الجنون كيخليه بغي يقرب منها اكثر وكانت هذي كي الليلة ديالهم الأولى مع بعض ورجعت حور مرسوا قدام الله وقدام القانون كان هابطها كان في الصباح حتى كيتلقى مع كل شي قاسين صباح الخير ويت تقول له عزة ما الكعي ما كعي شغي وحور عينش فيها ما تقدر شبط عينة اه دكشية عينة ودكشينتك عينة قبلها مزيان اليوم العينة بقى احداها شف فيها ما محتاج لأيدلي لك عزة باش نبقى احدا مرسي فيها للا بقى احدا يوي لك سيغى تبقى احداها انا غادي نمشي نقلس مع مهد لأسبوع هذا ولا زوج فهم دابا معنا لمعات النصر وشي سمع ديالة اللي كانت مستفيد المرة الاولى كيشوف عزة كتظن انها كتتحكم في الرغبة ديالو قرب منها حتى غمضت عينيها تعودت على دك الدلال المفرد وإعلان العشق ديالو في كل لحظة تعودت اني قل لها باش بتبهت شدي باش يستجديها باش تبقى معها كان كيضن انها دعاشق ولكن هي ضلات وتنازل وتحكم سلمني على مرس عمي عزة الصائقة يوصلك قل جملة وتحرك جهة المطبخ لها مدهول كتحتار من الداخل ارجع اخذ بلاتو ديال الماكلة وتم خارج بيها يمازال بقفة بلاتو عزة ماك تحنط سيريال لاتوصلي قبل ما يطع الليل قال الفلوس مفل الكومو ودخو يوم وانتي بسافرة شايف سيب نظرة غاضبة ما عرفش على حسب السياة لديك اللحظة بحلو رضي لاشي صفحة من الصفحات ديال المؤنمة شاف لديك الماكلة اللي في البلاتو هز الماكلة ليها لما كانش الخدم يتدار تاسم هو كيشوف يا لا كايدين ولكن انا بغي نعطي الماكلة بلوسي ولكن تعب لك مدرسي هكما يا المرة جيملي تكون عيانة تكون المريضة سنجيب لك الماكلة اللي عندك ما تنسي شي اللي سلم لي على مرة سعمية وتسسلي لي سوصل لك لك قال جملة دياله الاخيرة وتوجه الممر ولغ ما العل حسب الرئي عارف مزيان ان عز ماشي من نوعية نساء الغير كيم عارف مزيان ان الغضب ديال دائم اللي عمل جرح ديال كرمتها ولكن جموذ دائم كي يقتلو وش مزيان كي بغيها سؤال كم شوش كي تردد في الداخل دياله ملقاش لي اجابة فمتار ديال حور جاء والد عمها ساليم اللي كبر منها مكاش حضر لزوج ديال معربي اللي زوج اسبو الواحد اللي كبر منها السيف اللي هو الاغم بغيتطمن عليها حتى انها عاسب الاب ديال وقال يلزو الشرر الكبير ولكن يونس هو طمن وقال لي بالعكس مال فيها رجع من قرائس هو اللي يدي ها يجيب ها وديما يشوف احدا من دراسة والحال ديال مزيانة وبغي سليم انه يمشو يطمن عليها ساصلوا يوم وقلهم باللغة يمشو عندهم وفعلا معهم شاء ودخلوا القصر الراوي كانوا اول مرة يدخل القصر منهار الزواج ديال الحور دلسوا كلهم ويقول محمود لعب ديال الحور عفش يا سليم انا اول مرة كندخل القصر منهار زواج حور سليم يعني تمر ما جيت يزرسو اللي ولكن كان جي قطع كلمهم خرج جاسر من الممر بوجه المرحب الباشوش اهلا اهلا وصهلا هذه الزيارة غالية عندي بالساف وقفوا كيف يسلم عليهم جاسر وجه حديث سليم نور سليم الحمد الله لأسلام سليم الله يسلم الف مباروك ولو ما اعطل شوية جاسر سفد سفد في نوع لشواق فينا هيا حور جيد حتى سمعوا الصوت الحور الحمد الله لأسلام سليم كان هذا صوتها ترى فيها ترى يلقى الزيارة بزاف اخر مرة شاهدت كان لدي لعنق لم يسافر كبر شيء بزاف احور قلت حدا جاسر وقالت قلت شيء تسمى السم ماذا سنقول لك عادي مرخصين كبر يتحكو هكا يهضرو يتحكو مجمعين ويون صحور مرة مرة كيعبدوا لشي حاجة من طفولة ديالهم والذكريات ديالهم وبالبعد طبنوا عليهم ومشا هاد الاسبوع دات هاد امزبين بحل اخوات لي مهزة الطريق خلت العلاقة ديالهم كتوت اكثر واكثر كان قال السجاسر هكا في الصال وانت كيسمح وحد الصوت اللي عارفهم زيان كيكره كيكرم هكرا مولعت ونعمل اللي ندخل هاد القصر توقف ترجلي كان صحور قاس احد هكا صمر ترجلي في الارض وكيشوف هزة سيئة معها داخلة صفر ضيق وقال مغضب اشنو جاي اللي جايبك هنا يا باين عقد الدرع وعوقات بساحتي جاي لدرج دي اول دعم مول نسيتي اقدر عمت بغضب درج الدك اللي مشيتي بعتين ناصب دي الكفاية الكلب هيك ما عندك بلا صحيح هنا باين انت عارف عن شي مزيان خرج سعائش على صوت جاسر اللي بدك اهلا كانت تقدر انه مع شي واحد باين وعزة انتو مجيز وشكل اجمعكم مع بعضكم باين بغرور شنو كاينة بنت عمي خمس سنين مش فتكش وعد هاتا عزة بنت عمي سهية شنتت عائشة يد حور وقالت بسرعة اجي معي حور اجي انت تفعيني وتحرك تحد عائشة تكت تسمع صوت باين الشركة ديالي هي لشرط الانتاج للمصنع ديالك ويقول لا بغضب هذا لقين اساس الشركة ديالت راجلي والشركة نقلها بسمتي هاتي شي عمين يعني الخدمة تفقى بينا اتنا تفقى معايا قال لها بتحدي ولو حتى يكون بالصح الخدمة تكون في المصنع ما شيف الدار قال الجملة ديال وش الدراء عزة بقوة وجرها حدا وكي حدرها عندك بطلقك ما زال كين هنها فام فام ولل ويرجع شف الخدمة مبغيش نشوف هاتي هاتي سمتيني قاتلي واخها وصل لها للباب وبالغرب تصامد يلا شوف ما يدخل هاش قال جملة ديال والاخر وصحب عزة الفوق ودخلها الجنح ديال ودفعها سوال تكتفر كفيد ديها سوال حش كجاسر عزة شطو نجمعك على بيان وين تكذب جاو بعد سواء الزبور ورش غدين كذب هاتي باين كانت كتزور ماما وقت قتلي ميل جاية لها او قتلي نجمعك وصافي هذا لأساس انك لا تتعرف ما بين يوم باين ياك قالت منافان صبر اوف جاسر يشنو كان دارس على تسالات شي كامل هاتي الله مادر سواله وانتبع شميس دونوي يعني مادر سواله قالت له محمق اوف تكبر المواضيع جاسر كانت محتاجها فلوس كيف تسافر وانتظر فلسطي تعطيها شنو غادي وقاع الخالتي كان مجرد حادثة حتى كان ممكن تسموت فيها وقاع بلما تزيد فيها بزاف عادي وهي اصلا كان جاي عندك في الليل مشروعها شف فيها بصدون تصدر معي في مشروع شنو في الضبط مشروع في نصدي الليل جاي عندي بشابيس دونوي ويه عارف انك مسافرة قربت منه قالت بنعم قلي مني فات بي انداب راجع حاجة اخرى حاجة الفوق كانت لعب بالملاير يا جاسر يعني من اللي غا تخدم معها غا ترفع ك الفوق بزساف شف فيه بدهول كيف عارف بي جابت الفلوس بي جابت اصلا هذي الفلوس قلت سالة طرف الفراش اكيد وزات رجل اعمال روسي مليار دير جاسر شي حاجة واو شي حاجة واو كيموت فيها ما كيش حاجة كطلبها منه لو كتكون عندها شرالها قصر واحر في باغي والروسي المليار دير هذا ره ويقاتها ودروسي المليار دير الوهم هذا مسلم وليش نوعز ووو اف يا بار هكي منها تزموت شو انفش كان هذر وانتفعش كات هذر قرب منها وش انت من دراها كان نضرف الشرع دي الله للعز الشرع دي الله اللي ما كيخترش على بالك الرجل هذا مسيحي تقدر يسقل اليد زوج وكيف هذر حرام شرعا اهي ايه ديها جاسر اوف عمرك ما خدفق هكي مسح در تفعل سطح سال الفراش مسح در وما غني لكل مسح در كيف شو ولل جيت تنصص الليل بصري السروان مضيق ودراع عريانين ونص ديال شعر عريان ودير كيلو ديال ما كياج على وجه ودير يمع وحده بحل هذر شعر كتكون يلابسها في الدار ماشي قدير مع ريد لأي واحد كيشوف ولكن شغل نقول لك شين جاية كتدافع عليها ميان للمدوزها غا فوف تلقي من شعرها جاسر دفعه وكي حضرها الغلط مشي لك الغلط علي الليل لفشتك ولكن لحد هذا شبار كبير حس وحق الله في السمد يالو تخصدها جاسر بغيت حبسني قل لعب ساكين وهذا منشي والعقب عز ما زال العقب جاي ما غديش فرق معك نسي الوجود ديالي من العدم ديالو يعني العدم ديالو حسن قل جملة ديالو وخرج من الغرفة ودخلها الباب الساروت تبدأ تكتغوت حل جاسر حل تطور وجومشة بسرعة تكتلقى عائشة توحد ما يخرج من البيت عائشة ولتكتر عد قدام وخا اخويا وخا تحرك بخطة سريعة ولكن دهور خرجات تكيرقى قدامه ادفع وخرج بسرعة مش مباشرة للشركة تدخل على العلاء اول ما سول وقال لي شنوك تعرف على الشركة الروسية قال لي عادي يدرنا سيرش على الشركة نشط دياله مزيان في السوق قال له تأمان ويقول له هات الشركة رضي يتبعين على اتضم كيفاش باين وشغل يوصل لها درجة لها مزوجة به وده طبعا مستحيل مهم انك تقول انك تكتب لها الشركة بسمي سوجي هنا للخدمة شف فعلا ممكن تحدد شوية ما صبر صبر على ادن الفزام مش يقول ما يمكن شكل كل علاق لباين اصل القصة سهلات و وصل اعصاب كاكا وزفر بقوة لحلة الاريكا اللي وراها تفر راسه من يدي عزة قلس حدا وقال ما لا يكشر ونص ويعن ما بالعريق وقال بألم ولكن هالما فكرت ترجع ترجعت بباين وجي ببهورة بفلوس وكتقول يا نسلي فاس عارف المشكلة انه عارف ما يباين شنو بغا بالطبط وراجعة لاش ومع ذلك راجعوا اللي هم ما هي يرفلوس ربط على على كتفه والصحي تكون ما زال كتبغي بعدد شي كله جاسر شوف فراسك شوف ياملي بعدد على الدار ونت تعرف انك ما كتبغي هاش كل شي راح تغير ديالك مع ما عائشة وحتائي نسلي بعدد شي يومين على بعد ورجعت كتحك ديالك كتبغي في الدار مرة أخرى تقدر تقول يا عزة شنو الموقع دياله ديالك في حياتك بنت عمك عشرة سنين تخيلت تخيلت انت حب تكتش يسد على راسك كتر من اللي لازم على مش ترضي ماما ما عطتش نفسك حتى حرية لاختيار وني خسارتي خسارتي صح ما تضلم شلي انت خسارتي على قبل وحدة تفرضت عليك نوضه سير وقت عطل قربنا على نص الليل شاف وقال لي لا حتجت بالصبع راسي شوية تكعلى ديكل قري كقلب وحدين كرام سكت وش كيبغي شيطان وش بغى شيطان مرة كانت في الكلف دياله هز الاسم دياله باين بغتر مباين حيت عارف انه كيبغي باين واما دك مجرد اسمه لكن بلا ايمان باين جات باش تحت رجعت باش تستغل عز نهرت رضها ما كانش هديك المرة ديال الاولى باين من سعم موراد اللي ظهرت فجأة فجأة بعد ما سعم بعد اشهر في ايطاليا باين من سمر مراس الايطاليا ما كانوا عارفين الهوالو من سف العشرين مع قرر ان الخصص بقى بيناسهم كالعاد عصار ولكن قال لي لا اللي قل سهول غد يكون وما غد كين سع سير وستقبل نوج ديالها مرغامين الوحيد اللي مالت لها كانت عز كانوا عن نفس الشاكلة ولكن ما كانش قادر يتقبل لأبدا ديك العلاقة اللي كانت بيناسهم وعز ديما كانت تتعليل انها في بلاد ديال الاريان في خلية المدينة والاصدقاء ديال كلهم من المدينة وجت باين يعني بالنفس الفاصلة ديالها مع جت باين جت بالخرب على دارهم الأم دياله كانت تصب أزمة قلبية تبرعت هي انها تنقلها للمستشفى تقلب ها بهم السيارة خلت الأم دياله في الداخل قرر جت من الحادثة بشوية الخدوش والأم دياله فقدت القدرة دياله على المش والأس مشلولة ولهذا الوقت كانت يحمل الدم ولكن كل شي بدأ تتحكم تام ومبعث الموت لأب ديال باين باين لذي اصبغ الحق دياله في الميرات باشترجع لإيطاليا أو ليعطاء الفلوس ديال مشروع وارفض المشروع جملة وصفصيل هاد الفاتنة الشقرة مورات العيون الزرقع بغدير ملها ليلي في الملد ديالهم شكرا لحما يتقبل هاد شي ديك ساعة عملي رجال الضار لقاه في المكتب كتقرب بشور خامنه كان غال يسقط في الإغواء دياله ولكن حفظوا اللهم ديك الدلة وياها كباع النصيب دياله راجل كيس تعمل برنامج بدون أنت ما يعرف شي واحد وتفكر بزيان دك نهر اللي طرد ها وذيك الكلمات البسم وما اللي قات ها لي كانت عزة تكسا عند ماماها وكان كان نحس حسن تبع لو حد الحركة فذيك دفق من نوم وكان ما من نوم ولي قضى كي حسب لي عزة ولكن عقل وزدارك لبرا ما كانش عندو تفسير اي حاجة وكل شفق على صوت غوات ووجر من شعر قالوا لي ما خسج لحاف الشعري بهذا المنظر قالها صباح سسلم ولكن قال ما دخول لدار مرة اخر بالفعل صباح مشيت في حالاتها ومديك الساعة وبقوص معولاتها شي حاجة ولكن قالت وحد الجملة قمعت بشي قتلي كيف مدرس هالشي انا غل انتمك كيف ما حرقت قلبك لاماماك انا حرق قلبك لكل حاجة كاتبائها وغتشوف الانتقام ديال بايا وهاي بايا رجعت باش نتاقم وجات المرة الثانية اللي في حياة كانت ضمنها انها هي الاهم عزة ولكن الاخيرة كانت مجرد دوم فيد فيد لك يمثالك اكتر يقدر يكون تخدع في مرة بغاها ولكن الشي اللي دار سعزة جدد الجراح اللي تخبعت شمية اللي خلاها غاضب كتر تحد ديال و تحد هالي باين ما عارف اش مع من كت تحدي ديال على عنده الحق ومحتاج انه يتهد شف الساعة ديال يد ووحد صباح زفر الحور قدر ما هي محتاجة لي كان خايف انه يخرج الغضب ديال وفيها شنود ما هي في شي حاجة ما حادرش لها اصلا من سحيدة من الحياة البسيطة البارئة مش عيس وسط هالليرة المشعينة وكان خايف حسب الانتقام ديال باين لايطول الحور اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى